نعم زميل مجحم صباح الخير لك من جديد ويضا صباح الخير لكل مشاهدين الكرام بهذه الصبحات طيبة ومن أم لجمال لا أعلم إذا كنت بنفس الموقع أم بموقع آخر أنقل لك الآن الحديث أنت وضيوفك الكرام شكرا مجحم بدأ أرجع أصبح على أعزائي مشاهدين أينما كانوا من داخل وخارج حدود مملكة المردونية هاشمية وياها لو يا مرحبا نحن مازلنا معكم بمنطقة أم لجمال وتحديدا الآن نحن في منزل الشيخ عبدالله المهندس عبدالله هاي الأسرور أبو حسن صباح الخير ويعطيك العافية يا صباح النور أميت أهلا وسهلا وحياكم الله بأم لجمال وليس عني إلا أن أشكر التلفزيون الأردني على افتكارهم للأرياف الأردنية وهذي إذا الدل على شيء يدل على تسليطهم الذوء على بعض النقاط المضيئة المسطح هذا الوطن الكبير بأهله ومليكه و españحا잡 announcing أن قدراته بأبنائه لها تاريخ وهذه المنطقة هي تاريخ واحد المنطقة الشمالية من الأردن هي منطقة حدودية تحدها السورية والعراق والسعودية من بدايات القرن الماضي هذه المنطقة كانت تعرضت لهزات عديدة وخاصة بعد الثورة العربية الكبرى بعد ما أخل الإنجليز بوعودهم للشريف حسين في ذلك الوقت بدأوا بتنظيم جديد للأهل وللأرض فلسببين بهذاك الوقت السبب الأول أنه كان في شيء اسمه معادة السيكس بيكو فأرادوا تثبيت الحدود وتطبيقها على الأرض الواقع أرضا وشعبا والسبب الثاني كانت هذه المنطقة هي معبر أو طريق لهجرة اليهود من العراق إلى فلسطين فكان الإنجليز حارسين جدا على هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة تعرضوا لمشاكل عديدة بدأت عام 1929 في أمو الجمال عندما أرسلوا حملة على المنطقة وضربت أبناء المنطقة في منطقة أمو الجمال بالطيران وأستشهد من أبناءها في ذلك الحين 14 شهيد رحمه الله جميعا لأجل التثبيت ولكون أبناء المنطقة رفضوا في ذلك الوقت الإنجليز ورفضوا الاستعمار الفرنسي أيضا في المقابل على الطرف الآخر من الحدود فكانوا يتعرضوا لمضايقات وضغوطات من الجهتين من جهة الإنجليز ومن جهة الفرنسيين ولعلى الأساس هذا اشتركوا حقيقة وأنا دائما أقول أن أمو الجمال يجب أن تحتفل باستقلالين استقلال عن الإنجليز واستقلال عن فرنسا لكونها منطقة حدودية لكن بعد ذلك أتت معركة فلسطين وأيضا اشتركوا أبناء هذه المنطقة وكان على رأسهم الشيخ خايل السرور في ذلك في أي عام كان تقريبا؟ 1947-48 اشتركوا معارك باب الواد بالقدس بداية ومن ثم تحولوا لحماية اللد والرملة وبقوا بمنطقة اللد والرملة يحموها من الاحتلال اليهودي إلى أن قامت الهدنة في ذلك الوقت رفضوا الهدنة حقيقة المناظلين ولكن الإنجليز أجبروهم على الخروج وكلوب خاصة من منطقة اللد والرملة حاولوا أيضا بذلك الوقت أبناء خاصة الشيخ خايل السرور بطلب المساعدة من رئيس يامعة الدول العربية شخصيا ولكنه رفض أو لم يستطع أن يساعدهم بأي شيء ورجعوا إلى أم الجمال وهم حزانة على منطقة اللد والرملة لأنهم كانوا يعرفوا سلفا بأن اللد والرملة ستحتل من اليهود وحقيقة بعد 24 ساعة من خروجهم من هذه المنطقة احتلت من قبل اليهود ولا زالت هذه هي المراحل الأولى التي مرت بهذه المنطقة بعدها حاولوا أبناء هذه المنطقة أن يستقروا لكن كانت المضايقات وكان هايلا السرور يدخل إلى عمان ويقابل الملك عبد الله رحمه الله خفية عن كلوب وكان يبات ليلته عن بيت الأمير طلال رحمه الله وكان لأنه كان حلقة وصل ما بين الملك عبد الله وأحرار سورية أو قومي سورية بذلك الحين لكن كل مخططاتهم كانت كان الإنكليزي في شلها بذلك الوقت وبقيت هذه المنطقة تتعرض لكثير من المشاكل فأتجهوا في عام 1952 بدأت عندهم نظرة ثانية وضردرة جديدة للحياة وأنشأوا مدرسة كتاب عام 1952 بأثاء داخل الآثار لأنهم رمموا أحد غرف الأثار وكانت مدرسة للكتاب أنا أحد الأطفال الذين تعلموا هذه المدرسة وأخوتي وأبناء عمومتي حقيقة هذه المدرسة كنا نستعملها خلال الشتاء لتحميلها من البرد والمطر لكن بالربيع فترة الربيع كنا كانوا أهلنا يلحقوا أو يتبعوا أين الكلام فكنا ننتظر إلى صفارة الخطيب أينما نزل الأهل وأينما حطت رحالهم وبقينا بهذه الطريقة لسنوات لكن ببعض السنين كان يصعب علينا متابعة الخطيب فكنا نلتحق بمرحلة ابتدائية أحيانا ببعض القرى السورية القريبة من الحدود لنكمل دراسة الابتدائية في الحدود على الحدود بين الأردن والسورية أيضا عمام أبو حسن معروف عن أبناء منطقة أم نجمال شبابها متعلمين وهناك نسبة كبيرة يعني ما في هناك نسبة بطالة ولا نسبة أمية في منطقة أم نجمال حاليا حقيقة صحيح كلامك وهذا لهذا السبب هذا حكي لك تاريخ التعليم في هذه المنطقة بعد هذه الفترة أحنا الأوائل أكملنا الدراسة الأعدادية بالمفرق ومن ثم التوجيه بعمان وبعدها للجامعات طبعا ذاك الوقت الجامعات كانت خارج الأردن لأن الجامعة الأردنية لم تنشى بعد في الستينات أوائل الستينات قام الأهالي بجمع تبرعات شخصية وبنوا غرف صفية بأم الجمال وإنشأت أيضا مدرسة بأم الجمال حتى أن أول مدرسة هي اللي كانت تدرس بدون راتب من بنات أم الجمال تبرع منها لأجل يعرف وزارة التربية والتعليم أن بأم الجمال يوجد طلاب يحتاجون للدراسة ومن ذلك الحين الآن الأعداد بالمئات بمدارس أم الجمال من بنات وطلاب وثنوية للطلاب وثنوية للبنات أيضا بإعنان على الجواب اللي سؤالك أيضا حتى أنه وصلت الآن توجد بطالة بمجمع من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه فهذا كله الحمد لله بفضل الاستقرار اللي عاشته المنطقة خلال بعد الأواخر الخمسينات لغاية الآن علما بأنه عام 1957 أيضا اجتاحت المنطقة أو حصلت هزة بهذه المنطقة منطقة أم الجمال عندما أصدر رئيس وزراء الأردن في ذلك الحين عام 1957 قرار بترحيل عشيرة المساعيد من منطقة أم الجمال خلال ثلاث أيام لكن سرعة التواصل في حين مع جلالة الملك حسين الله يرحمه ألغى القرار وألغي رئيس الوزراء من ذلك الحين والآن كما ترون كل أم الجمال مخدومة كل الخدمات موجودة لا سطيع أن نعدد لأنها كثيرة وكبيرة تحتاج حقيقة تركنا نسينا موضوع الكم الآن ننظر للكيف أكيد يعني أم الجمال بدها حلقات للحديث عن منطقة أم الجمال وأبناء منطقة أم الجمال ولكن شيخ بدنا رسالة منك الآن إلى كل أعزاء مشاهدين لزيارة منطقة أم الجمال والتعرف أيضا على المواقع الآثية داخل هذه المنطقة والله أنا بداية يعني أحب أقول للحكومة والمسؤول أعرف الوطن أعرف وطنكم بالدرجة الأولى أعرف ما هي الأردن وتاريخ الأردن قبل كل شيء ومن ثم المواطن الأردني تحابه فالمحبة هي اللي تجمعنا والعلاقات الإنسانية لأنه يقال أو المفكرين قالوا أن الوطن هو مجموعة من العلاقات الإنسانية الوطن لم يكن يوم من الأيام أرض ولا تراب ولا مياه بل هو علاقات إنسانية أنت تستطيع أن تشتري التراب والأرض بأمريكا لكن ليس وطنك أنا بدي أشكرك الشيخ أبو حسن يعني إحنا لضيق الوقت رح نكون موجود معك إن شاء الله في الأيام القادمة شكرا أنك تهجدك معني هذا الصباح واستقبالك إن كشاش التلفزيون الأردني شكرا لكم مشكرين على التعب وهذا يعني ما عودنا عليه التلفزيون الأردني وشبابنا الصاعد لنتعمل لهم المستقبل الزاهر إن شاء الله وليرفعوا نهضة بلدهم ووطنهم ويخدموا مليكم ويخدموا بلدهم وإلي أيضا ملاحظة صغيرة جدا لو سمحتوا لي أن أقول أيضا للشعب أنا أقول للشعب رجل الأمن هو ابني وابنك وهذه نقطة أساسية الآن نلاحظة أقول رجل الأمن هو ابني وابنك فحافظوا على الأبناء وحاولوا توجهوهم وتساعدوا معهم شكرا الشيخ أيضا بدي أعلق على كلامنا أبو حسن رجل الأمن هو أخوي وأخوك ابن عمك وابن عمي وابن هذا الوطن ويريت أنه إحنا كشعب أردني ندير باننا على أمننا وأماننا وخصوصا رجل الأمن اللي بيخدم وبيحافظ على أمن هذا الوطن الغالي قافلة برنامج يوم جديد ما زالت مستمرة بإذن الله تعالى معكم اليوم كنا معكم ويوم أمس من المفرق الآن رح أرجع زمنائي في استوديو برنامج يوم جديد الاستكمال فقرات يوم جديد ولكن الأسبوع القادم أيضا من مناطق مختلفة بقافلة برنامج